انت وهو بتحب انه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل وشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالامرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوفي انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير ديتيل اوينتد او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك the world card فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم تشوف انه طاقة نارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادئ الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخاذ الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه يكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بدي يساويه او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا فرسونا شخصية معك وشخصية بتطلبها وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون شخص كوميدي شخص يقدم انترتيمنت او يقدم الترفيه فلابد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات فانت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائما فيه اشي جديد بحياة هالشخص او دائما عم يقدم لك اشي جديد او دائما بتشوفه بيشخصية جديدة او بي صعب عليك صعب عليك انك تفهمه لانه دائما فيه اشي جديد تكتشفه بيشخصيته او بطبيعة هالشخص طيب بالنسبة للي طاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم الكمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لانه الكمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى انه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بالشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص ايضا فيه كتير فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عم تطلع عندي سبن سبن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص فيه عنده اختيارات كتيرة يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها تطلع ونزول كتير ايضا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السولمات ولكن فيه فيه بينكم بعد بالمسافة ممكن تكون بعد بالمسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انت متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما طرف عم يحاول يبادل شخص الاخر من حياته او او انه حاول يخلي مسافات قدر المستطاع لانه عندك في ستار كارد فانتو تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم ياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي امنية لسه ما تحققت لسه بعيدة بعيدة المدى ايضا في بينكم في بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه في عندك هون ace of wands بعدين king of swords يعني في عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتمتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين بيرجع ينقلب الوضع بسرعة ايضا ايضا العلاقة بينكم امشوف انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء رجل او امرأة الطرفين بها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق بتحليل الامور ما في كتير امباثي او ما في كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما في تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالذات للطرف هاد في عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق بتحليل الامور طيب نشوف خطواتك القادمة في المستقبل فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشف شو الاشي اللي الهدفك في الحياة او اللي المفروض تساوي في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او رح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تساوي بالحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة او سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن ايضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك وايضا رح تركز على مانتياتك او بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية اكتر يعني بالمستقبل عم بشوف للبعض منكم بدوا ارتباط مع هالشخص او بدوا زواج مع هالشخص لانه عندك الهيروفنت الهيروفنت او البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك او طاقتك بانك تكتشف شو اللي بتريده ممكن انت عم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبينها الشخص وتشوف انه هو هال تحاول عم تكتشف انه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف انه بالمستقبل عم تفكر انه تكون جدي اكتر تكون براكتكال اكتر او تكون منطقي اكتر في عندك ايضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل او رح تقابل شخص ايضا ممكن انت محطوط او رح تنحط بطريق بالمستقبل لانه في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل انت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوثق بين المادة وبين الحياة العاطفية وبين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن انت عم تحس انه في اشي عم يأخذ من اشي يعني اذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص واذا واذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل منشوف خطوات الحبيب القادمة حبيبك او شريكك عنده فينيكس رايزن يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حاليا وفي عنده شفت او في عنده صفحة جديدة رح يبدأ فيها او مطرح جديد رح يبدأ فيه ايضا بدي احكي الابراج اللي عم تتعامل معها قبل ما انسى ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور ايضا ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لانه هالكرت بتبع برج السرطان الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالاغلبية ممكن برج السرطان او شخص في عنده مي كتير للخارطة الفلكية تبعته وهوائي ايضا في عنده ولكن بالمستقبل عم شوف انه في عنده هدف هالشخص عم يسعى لأجله في عنده تقدم رح يصير كتير ملحوب وكتير سريع عم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن او في عنده كتير عالي للوضع المادي عم يطمح الى انجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك انت وام ام ام شوف ايضا انه هو بيشوف انه العلاقة من اجل انه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح ايضا يعني يعني هالشخص بيفهم انه المادة طبعا مش كل اشي ولكن بيفهم انه هي اشي كتير مهم من اجل تكوين اسرة او تربية طفل او اشي مثلا هيك عم شوف انه هو في شخص كتير مصمم اذا انتم منفصل ايضا مش عم تحكوا مع بعض شخص في عنده كتير ارادة وتصميم انه دائما كلما الامور بتخرب بيصلحها مرة تانية او مستعد انه يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية او يصالحك مرة تانية او تتوفقوا بالعلاقة مرتان يعني ام شوفوا شخص كتير صبور مع انه متهور ومتقلب المزاج الى انه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تغير طاقته سعي مجعم بعرف احكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمل كتير كتير فلكسبل عقليته منفتحة بيحب يسمع عراء اخرى طيب نشوف تعقدكم بالمستقبل شو رح يصير سايكلز هالكارت اجا بنفس المطرح لبرج الجدي فاذا بتحب تتابع القراءة هديك ممكن تفيدك باشي معين لانه بنفس المطرح اجا فبالنسبة لتعقدكم بالمستقبل عم شوف انه في عندكم شفت وتغيرات رح تصير بينك وبينها الشخص في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل الى انه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لانه انتو هو اشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وارادة اشخاص ايضا بدكم تكونوا اسرة مع بعض انتو هم شوفكم هم تطمحوا الى تكوين اسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الامور او في عندكم شوية اللي خبطة باتخاذ القرار الى انه الهدف النهائي بالنسبة للكم الاثنين هو تكوين اسرة وهو عم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الامكان ايضا عم شوف شوي بالمستقبل في دفاعية بينكم شوي في تحفظ بينكم ولسه في شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه رح حبيبك او شخص اني عم تتعامل معه كتير عميد من اللي مبين بالقراءة مبين انه الشخص كتير عميد او فيه بينكم وبين بعض كتير عند عم تحاول انه يعني كل واحد يفرض سلطة بالوضع او ممكن انت تحس انه عم يحاول دائما انه يفرض سلطة اذا اذا انت رجل ممكن الامرأة اللي عم تتعامل معها تكون امرأة شخصيتها كتير قوية واذا انت امرأة ممكن رجل اللي عم تتعامل معه كل شخصيته كتير كتير قوية وبيحب يكون هو اللي دائما مسيطر على الامور ولكن عم شوف انه الطريق بينكم شوي صعب شوي في تحرك ما في خط ثابت لحد الان يعني لسه في طلعات وفي نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو انه يكونوا اسرة مع بعض يعني يشتغلوا كتير مشان يكونوا اسرة مع بعض ومشوفكم هم تعتبروا بعض ورفقاء ضرب ايضا ممكن تكونوا الاثنين عم توفروا من الناحية المادية من عجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم قريدي تصارح بانه بدوا يكون اسرة مع هالجخص عم شوف انه انتو الاثنين عم تخبوا اشي مادي ممكن عم توفروا اشي مادي من اجل خطوبة او زواج او من اجل صرفيات من اجل انه تنفقوها على اشي معين حبايبي برج الدلو بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكمين شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادل شكرا